قبل ما يموت رشد أبازة أصرت ناديا لطف أنها تدخل عليه العناء المركزة وقتها رشد أبازة كان في غيبوبة والدكاتر قالولها أنه قدامه ساعات معدودة ويموت والمهم بدأت ناديا لطف تكلم رشد أبازة عن ذكريتهم وتقول له نواثك يا رشد أنك قوه هتقدر تهزم المرض إن شاء الله وقتها رشد أبازة فتح عينه وقال لها يا رب وقعد يقول يا رب أكتر من مرة وبعدها رجع رشد أبازة تنى للغيبوبة إلى أن توفاه الله وتوفى رشد أبازة يوم 27 يوليو سنة 1980 وكان عمره وقتها 53 سنة